قدم خاصة شكر للأورجانيزي الكوميتي على إيطاحة فرصة عظيمة لها ندي محاضرة في وجود أساسية الأفاضل الطور عفيفي الطور حمدي محفوظ طور خالد الباسل يمكن المحاضرة وطبعاً لا فيه من أساسيتنا الأفاضل في حميات أنا وفي طب إنا يعني المحاضرة عن الانديترمنت بيلي رستريكشير وده يمكن شرف تاني لي أن أنا أقول محاضرة هتلمس الارسي بي أو الاندوسكوبي في وجود يعني الانديترمنت بيلي رستريكشيرز أو الانديترمنت بيلي رستريكشيرز اللي أنا مش قادر أقول ما فيش ديفينت ماس معاها فأنا مش قادر أقول إنها ماليجنانت ما فيش ديفينت هستوري للبيشونت بوست سيرجري فأقول إنها ياتروجينيك أو في ديفينت انتكشن أقول إنها بوست انفيكشوات سيركشيرز هدي بس هايلايت بسيط عن الارسي بي من البايزيك بتاعه بتاعه والبيلال ستريكشيرز الطيب والكوزيز البراكتس فيل بستادي عملناها كده في مصر عشان شوف وضعنا إحنا إيه في مصر بالنسبة للعالم شكله إيه وإذا كان في جابز عندنا هاو تفيل ذي جابز وفاينل ماي كونكلوجين الأناتومي أوفزي بيلياري سيستم زي ما حضرتكو كلكم عارفين وبيبدأ من جوه الليفر بالبايل كان عليك ولاي سمى البايل داكت يول سمى البايل داكتس عشان تبقى انسيرت ادز بابيلا اوفيتر مع البانكرياتيك داكت الاي ار سي بي تشالينج اندوسكوبيك بروسيجور بيتعامل بسبيشيال سكوب سايد فيو سكوب ليه فاتحة معمولة مخصوص عشان تبص على البابيلا اوفيتر مش عشان تشوف حاجة تانية يعني اسمه ديدون سكوب يعني أو اليابانين بيسحبوا ساموه جي اف أو جي جينال فايبر الراجل دا واحد من الناس يل سههموا جدا جدا في تطوير أو الفايروشان أو في ار سي بي في مني براكتس لي هو امريكاً اندخست بيت deceased البريمين ستبقى إ snfire ننقمشي في المنظر لحد الداة او الزیبابيلا اوفيتر اوفياتين اباكنولية البيلاري سيستيم? او البانكرياتيك سيستيم زي ما عاوز حائنا لباحن سابغة واشوف اندر زي فلورسكوبي شكل البلياري سيستيم ايه ببساطة انتوبايشن بعدين كانويش اندخلنا جايد واير هنا داخل في البانكرياتيك سيستيم و هنا داخل في البلياري سيستيم وهنا حاقلنا سابغة ورسمنا الكمون بايل داكت رسمنا البانكرياتك داكت رسمنا الكمون هباتيك داكت رسمنا الريت هباتيك الخيطي و أخيرا ده الجول بلادر فده ازي كلانجيوجرام بيدينا المترجم للتعلم عن الكولانجيوغرافي مستوى اداءه كبروسيجور هل كويس ولا وحش كويس في حالات البيلاري ستونز ممكن 85% من البيلاري ستونز يعني نقدر نطلع كل الستونز في الارسي بي في الارسي بردو اداءه الى حد ما اقل شوية كدايجنوستيك الارسي بي دكتور خالد الباسي اللي علمنا دايما رواسيجور دي و دي 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 تدري تدري الارسي بي مش كويس قوي في البيلاري ستونز مش بعدي خمسين في المئة طيب الدافق في الستونز مش عقف معها كثير لو كانت ملتيبول ستونز كثير قوي بسبق صعبة جدا في تطلحها لو كانت بيج ستون صعبة تطلع سبش اتحتها كمان فيه ستركشر هيبق صعبة جدا تطلع مشكلة كبيرة جداً عند الهيلم بيمثل مشكلة كبيرة جداً أو لو كان انتراهيباتيك جوه الليفر نفسه بيعمل مشكلة كبيرة جداً ده إجزامبل الهي عند الهيلم فهو بعيد شوية عن الريتش افزا سكوب أو التولز هتدخل من طريق السكوب الطائب بتاعتها بتتقسم لديستل لو هي تحت السيستيك داكت انسيرشن وهايلر لو هي فوق السيستيك داكت انسيرشن وانفولف الهيباتيك أو الريت هباتيك أو الليفت هباتيك داكت أو انتراهيباتيك لو كل اللي ستركتشار كان جوه الليفر الهايلر استركتشار زي عشان هي شوية معضلة وكتيرة أتعمل لها سبيشيال كلاسي فيكيشن كده اسمه بيزمس لسي فيكيشن لو كلها كنفاين لو كومن هباتيك داكت بسميها طايب ون لو اكستيندت شوية فوق لحد بالككون فلوانس بسميهnoc窪ط لو مست lion coming from للرائت سيستم بسميها ثري لو من الحلوانس للليبهر بي لو الضوانس وفي ش trabalhائه الليبهر بسميه بيزم journalist la four بالياري الم sore سواء كان بانكاريتيك كانسر أو أو في المتص في النساط seis rainbow عمل كومبريشن على البليري سيستيم الياتروجيني الكوزيس مهمين جدا سبشيالي افتر ليبر ترانسو بلانتيشن وافتر كولسيستيكتومي وارد جدا يحصل استريكشيرز برايماري سكيروزين كولانجريتس ميبي اوتو اميون كولانجريتس او اوتو اميون بانكرياتيس او اي جي جي فور ميدياتي كولانشوباسي والمريزي سندروم يعني لو في ستون امباكتد في القول بلدر نيك عمل كومبريشن على الكومون هباتيك ده كله ممكن يعمل بلياري ستريكشيرز الابروتش ده كان كلاسيك ابروتش جدا لبيلاري ستريكشيرز زمان ان انا اعمل في بليار ستريكشير بعمل صنار بعمل سيدي بعمل ماجنيتك رزرنس اميرجينج ماجنيتك رزرس كولانجو بانكرياتيجرافي وبعدين بدخل عيان اي ار سي بي وبعمل براشينج يعني بدخل فورشة كده افضر اهرش في الستريكشير لحد ما اطلعتشه وبعدين ابعتها للبسولوجيست يشتغل منها سيتولوجي بيوصل لديفن الدياجنوزيس او لا تقريبا خمسين في اليوم من حاجة تتشخص وخمسين في المية ما بتتشخص وده كان مشكلة كبيرة جدا بيخليني ارجع الدايرة بتاعي تاني من الاول ان انا ارجع اي ار سي بي تاني وااخد براش سيتولوجي تاني وابعته لبسولوجيست بشوف هيحصل ايه وافضل الف الدايرة كل شوية ده مسال للبراش سيتولوجي وده لليلد بتاعه وده اللي بيشتغل ويشوف النتيجة ايه احنا قلنا من الفكرة دي نعمل كده في مصر والحمد لله كانت كلينيكا الكراثريستيك ريسك فاكتور دي اجنوزيك اوتكام للبيشنت بيزنتي بالانترمي بيلياري ستريكشورز والحمد للتنشرت في فرانتيرز او ميدسين عشرين تراتة وعشرين امبكت فاكتوري بتاعه وخمسة وده شيء يعني كان كويس بالنسبة لنا الديفنيشن اللي معتاد للبيلياري ستريكشور شايفه بالصنار او بالسي تي او الامر اي وما فيش ديفيني كوز اه ليه كان الايام بتاعنا ان احنا نعرف الديموغرافيك فيتشارز بتاعت البيشنت بتاعنا الريسك فاكتورز اللي عندهم البرزنتيشن التريد نتيجاتهم كانت ايه عملناها ريتروسبيكت بسطادي من الفين وسبعتاشر لالفين واحد وعشرين الناس اللي عندهم كيلير هستوري للكوز اوف استريكشورز تبعدناهم اللي عامل سيرجوري مثلا بوست ترانسو بلانتيشن كان عنده بيوجينيك ليبر ابسيس كان عنده اتاك اوف بنكريا تايتس او جوليو بلاثر ماسيس ده كله اكسي كلود من الستادي اللي اللي اشتركت معنا كنا احنا في انا وسوهاج واسيوت والازهر في اسيوت كان معنا الازهر في القاهرة ومعادي ارميد فورسيز هوسبيتال واخيرا المنصورة يعني كان في سبين سينترز النمبر اوف بيشنت كان تلتمية وخمستاشر بيشنت عندهم بلا ريستريكشورز اربعين في المئة كانوا في ميلز والمين ايش بتاعهم كان اثنين وستين سنة بلاس مينس اه اكتر احنا نستخدمه عشان نحكم على كان الامر اي مية في المئة من الحالات مش كل الناس عملوا ليه مش عارفين انما غالبا كان في ناس عندهم كدني عالية فما تعمل لهمش اه السي تي واخيرا الاي او اس اربعة وعشرين في المئة فقط من المرضى اتعمل لهم اي او اس غالبا لان اي او اس مش افيلابل في كل السينترز والناس اللي بيشتغلوا اي او اس برضو مش افيلابل قوي في كل الاماكن اللي تشخصوا تيشوا دياغنوزيس في النهاية اربعتاشر في المئة بس من المرضى يعني اغلبيت المرضى خمسة و تمانين في المئة ما وصلناش لديفن الدياغنوزيس فيه الثرابيوتوك الي اتعمل الارسبي والستينتنغ كان هو الكومونست مانوبر في في سبعين في المئة من المرضى البيتي دي في سبع عشر في المئة الايو اس جديد رينجش وان بيشونت بس ما كانش فيه افلا بول داتة عن التريت من اللي اتعاملت في احداشر في المئة في احداشر مريض او تلاتة ونصف في المئة من البيشونت فهو الارسي بي ممكن هو الكومونيست فولود باي ذا بيتي دي الجدول ده في بعض الارقام المهمة اهمهم ان الديستال مور كومون في الميلز الهباطية الاسبي مي بي كوروليت مع الانتراهباتيك تريشارز اه الديستال juadagnosis شوية رجد في الناس الانتراهباتيك عشان اتخذ لهم اول شي exposed which Yoast بيومس وشوية في الناس الهيلار برضو انما الديستال الديفيكلت غالبا عشان handleability في اي و اس كتكال آه عندنا البيتي ديEO في البيتي دي لي رول في الور illustration الل Lynn detayار. الضغط مواجهية في بعض الباستنين الذى عندهم ديستل ركشن ساكت كلانجي كارسينومى مبابيلا اوفد تر او في أوريجين يعني. الكونكولوجي متاعلى كانت في نصطعي إن اللي استرى إلتوى الفاظاني بكل مواجهين. بروبلم وفريقونتلي انكاونترد في الريبورت بنشوفها بتاع سيتي بتاع امرأي بتاع سونار بتاع كده الديستالي ستريكشورز مور كومون ان ميلز الرول اف ايو اس في الديستالي ستريكشورز از هاي اللي ارسو بيو استينتينج هو الكمون بالياتف تريتمنت في البيشنت التشو بيست دياجنوزز حوالي 14 في المية من المرضى بيستالي دي احنا عادين كونسنساست او دياجنوستيك منجمنت الجوريزم يقول لنا هاو تو ديل وز اكيسس اف بيلياري استريكشور فاحنا عندنا جاب كبيره ان 14 في المية من البيشنت اللي يتشخصوا فقط وستيل اغلب التريتمنت بالياتف تريتمنت ان ايه فورما اف بيلارد رينجي اما بيتي دي اما اي ار سي بي طيب ايه الجاب اللي عندنا ايه المشكلة اللي عندنا في تشخيص او ايه او ايه او 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 في عيان عنده جوننس اتعمل له ابدونا لالتراساوند قال فيه استريكشور. الالترا ساون دي قدر يكلاسيفي ات. ياما ديستال استريكشور يعني تحت الليبل افزاستيك داكت. اما بروكسيما. او بري هايلار استريكشور يعني فوق الليبل افزاستيك داكت انسيرشن. لو كان ديستال لو كان هايلار استريكشور. افضل حاجة تعملها كاد اون موضاليتي هو الامر اي ام ار سي بي. لو الامر اامر سي بي اكد لك وجود الاستريكشور. يبقى انت عليك انك تعمل. سنجل اوبريتر كلان جيوسكوبي. وده منظار بيدخل جوه منظار الاي ار سي بي عشان يشوف الهايلام افزا ليفر كويس من الداخل. ممكن تعمل انترا دكتال الالترا ساوند. وده بروكسونار بيدخل على منظار الاي ار سي بي برضه بيشوف. طيب لو الاستريكشور من الاول قالك ديستال استريكشور. يفضل تعمل سي تي مش ام ار اي لان الالسي تي افضل في اباتية اي onde أو فيزا coupe الاترياس. اه لو السي تي اكد وجودها روحها لاقي للاندوسكوبك او энدراساوند لانه هو الهيرو اوفزا ديستال سي بي دي. اة scientist اريا هو احسن حاجة يمكن تشوفه او ممكن تخشف خطون منها. طيب مشكلتنا انا مش هتكلم قوي عن الجزء بتاع الاي او اس. هتكلم عن او بالتحديد هذا المانوفر اللي مش موجود عندنا قوي. ده من ظهر بيدخل جوه زي ما احنا شايفين ما كان البيوبسي بالضبط بيطلع منه 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 كل شيء يتعمل هل هيفيد معي ان انا احل مشكلة اه هيحل اللي استادة انت عاملت بتقول انه هو مور سبسيفيك وحول لي امور كمان وحول لي الموضوع القاعدة الاساسية التي تعتنا اتشو ازاي اشو الاول كان براش ان دي سي ان انا بوقف عند الستريكشور وافضل اعمل هرش فيه رايح جاي بالبراش سايتولوجي اه تول واشوف هتطلع لي حاجة او اي لا بيطلع دلوقتي سي اند كنفيرم بيطلع شوف بعيني كويس تمام واخد تارجيت بايوبسي من الليجن انا حاس انها هي البيثولوجيك ليجن اه ده يعني سيمبل فيديو كده للسبايجلاس هيدينا فكرة السكوب ازاي ممكن يشتغل الجزء الاول ده الارسي بي سكوب او الديدينسكوب بيمصل لحد الديدينم او البابيلا اوفيتر بعدين بيدخل جواه السبايجلاس من فوق طبعا ويتحرك جوا البيليري سيستم بمنتهى السلاسة والانسيابية يعني تمام ده البيليري سيستم مرسوم ممكن اعمل واشنج باي بووتر او لو فيه بليدينج حصل ممكن اصاكزي بليدر انه لو فيستس بيش اس باسولوجي ممكن اطلع بيوسي فورسيبس واخد سباي بايت عينا منه وتتبعت بقى كتارجيت بايوبسي لو فيه ستونز ممكن ادخل الالكترهايدرويكلايزوتريبسي يعني حاجة تكسر الستون الكبيرة لشورت او سمول فراجمنتز اطلعها بسهولة بعدين بالاي ار سي بي كمان اللي اتضافنا انا ممكن ادخل البنكرياتيك سيستم مش لازم البنكرياتيك سيستم بس ممكن ادخل البنكرياتيك سيستم برضه لو فيه باثولوجي زي كده ممكن ااخد منه بايوبسي ولو فيه ستونز برضه ممكن يحصل لها نكسرها بالسبي جلس او الهل ده كده يعني شورت فيديو ابوت سبي جلس فاينل ماي هوم مسيج ان كل حاجة تتطور من الابض للأسود للالوان زي ما كنا نشوف تشارلي شابلين دلوقتي نشوف افاتارز وماني كالرز في نفس الصورة كنا نشوف الكولون الزي باريام انيما دلوقتي نشوفه كولونوسكوبي وهاي ديفنيشن كولونوسكوبي فينالي بنشوف البليري سيستم از جاست فلوريسكوبي كولانجيو جرام لكن ممكن نشوفه حاليا غلاقrzeي بانذا نشوفه فلوري dust